جماعة التكافل لرعاية السجناء تجسد صورة من صور فزعة الخير الكويتية التي اتسم بها المجتمع منذ الأزل فلها دور أنساني في جبر خواطر الكثير من المتورطين بقضايا مالية عملنا حملة قبل رمضان في 24-26-4-2018 وفضل الله عز وجل يعني أتت أكلها كانت الهدف مساعدة 500 حالة فضل الله عز وجل ساعدنا 200 حالة والآن خيركم لهلكم الحملة الثانية بإذن الله سوف نقوم باستكمال الحملة الأولى لمساعدة 300 حالة الباقية ونحن الآن في شهر البركة في شهر الخير حقيقة لجعنا إلى الكويت بالصدقات والزكوات لكي بإذن الله يرفعوا عن أخواتنا الضبط والأحضار هذه الحملة للنساء الغارمات لسدد مديوناتهن وإنقاذهن من التفكك وخاصة في شهر رمضان الفضيل إن أكثر المديونات تقع للنساء بسبب الأهل سواء الأخ أو الزوج بسبب أما كفالة أو توكيل هذه الحقيقة أقلب الحالات التي تكون ونتمنى الحقيقة من تلفزيونكم المبارك إن أخوانا يديرون بالهم على أهلهم وديرون بالهم على النساء ما يقحمونهم فيه فيه في معترك الديون والمشاكل أي شخص أخوك أبوك أي شخص حتى ولدك لا تسوي له وكالة أو تكفي لنا مكان يعني أنا زوجي أبو عيالي تخلى عني المتبرعون الكرام لم يألوا جهدا في مساعدة جمعية التكافل ومد يد العون للسجناء والموقفين فهذا العمل ما هو إلا تكملة لخطى الأجداد الذين جبلوا على حب الخير مرعا محرم تلفزيون دولة الكويت مرعا محرم تلفزيون دولة الكويت